السلام عليكم ورحمة الله بركاته. نتحدث في هذا الدرس عن بعض الأمور التي تستطيع أن استخدمها في الكود الخاص بي أو في التكس الخاص بي أجعلها أكثر انتظام أو أكثر تركيز. لنفرض أنا أريد أن أركز على كلمة third-party library. سأجعلها بلون أحمر أو بلون مركز. فأقول أوكي أضع علامة mark بهذا الشكل. يعني أقول لها غير لي لونها. فأقول mark للthird-party library بهذا الشكل. لكن أتأكد أنه أضعها المارك ليست قبل الأنذر. بعد الثيرت فاتي library. الآن كأنما أنه قتلوا كهذول الثيرت بارتي library وضع علياهم بينها mark. لو ترى أنه حتى لو أنزل line يبقى التصميم نفسه. لكن يعني أبدأ أفهمك الثيرت فاتي library. انظر غير ليها لونها إلى غير لون. لكن انظر حتى لو وضعت space نزلت line. ما أعمل رفعش يرسل لي أعرضها بتفس الصيغة. لأن هذا هو صيغة ال-P. الparagraph ويهمل space عندما تعمله في الهتعمير. ويهمل new line يستخدمه مباشرة. أوكي هذا أحد أنواع التاق. ما دلو أوكي تريد أنه هذا ال-never تعمله صغير. فإذا أقول له أوكي هذا يكون small بهذا الشكل. ثاني أضع space. أقول له small بهذه الصيغة. كأنما تقول له كلمة never جعلها صغيرة الحجم. أوكي. سوف يجعل لك يا صغيرة الحجم. انظر never صغيرة. ما دلو جيت أردت أوكي قتلة they يجعل لها كبيرة الحجم. فدعني أرى هذه كلمة they. أو بدل they دعني أضع لك أكثر من كلمة هذه research force. أضع لك إياها كبيرة الحجم. فأقول له أوكي strong. strong بمعنى كبيرة. بلوجة دعني وضح لك إياها. مو كبيرة إنما strong. إنه هذه أجعل لها كبيرة. research force. انظر research force. طبعا أفضل إنه هذه أجعلها كبيرة وليس research force. يعني حتى أجعل كودي أكثر من ترتيب. فأوكي سوف أضع هذه. هذا الجزء سوف أضع على research force on third aslaiblery. حتى تكون أوكي. هذه الكلمة مركزة. aslaiblery. ثلاث فاتي laiblery. فانظر. force. hi small. ما إلى ذلك. هناك كثير من التاقز اللي ترى تستطيع أن تذب الموقع الأول درش رحنات تراها منها. عسي المثال هذه اللي. الـ i. هذا الـ i. طبعا مو input. i بهذا الشكل. هذا التاق يفيدنا أنه أجعل المائل. الخط مائل. دعني أسمتها ليدني. هذه الـ research أجعله مائل. ترى أنه الـ research أصبح مائل. إذن كثير من التاقات اذهب وأبحث عليها في الموقع الخاص بهم لتفهم. كثير التاقات يفيدك في التحكم في النصوص. شرحت لك بعضها في هذا الدرس. شكرا لكم في أمان الله.